احنا قررنا انه يكون منتظر ضيفا في فقرة فيس توفيس وموضوع قطف الجقارة بين قوسين منتظر الشباني او الشيباني ما هو اسمك الفعلي حياك الله اهلا وسلم بيك في قناة الايام الفضائية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة لا شخصك الكرمي ولا مجتمعيك ومتابعيك حياك الله في البداية يا حبي انا نقدم نفسي الى شخصك الكرمي والافاضل الحاجة والاستاذ منتظر الشباني او 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 اتحاد نقابة فناني العراقيين العام والخاص او او جمعية التشكيليين العراقيين اه حاصل على شهارة الالتفرون محدثون الجميلة والدوكالوريوس من جامعة جباب الكلية الجميلة والماجستير ايضا من جامعة جباب الكلية الجميلة اختصاص نحن كما ايضا حاصل على برات الاختراء من خلاله على تدريل الاطارات في انتاج اعمال نحتية مغايرة للواقع حلو لله الحامد هذا السيفي منتظر جميل جدا شاب بمقتبل العمر عنده هاي الشهادات وهاي الخبرة وهذا الاعمال اللي يسويها منتظر منين اجدتك الفكرة وشلون نفذتها منه ساعدك منه وقف حجر عثرة بطريقك لله الحامد تم العمل على انشاء هذا النصور بارتفاع شتة متر من خامة الحديد مغلوان والاطراء الحراري اضافة الى مادة فايبر اكلاس اه هنالك لديه يعني يعني بناسبة عندي مجل الخاص بها لانتاج الى اعمال التحتية اه عندي اه يعني وياي اكم تساعدني في انتاج فريخ عمل كامل اه اضافة الى تم العمل هذا نفقته خاصة ايضا العمل يشير الى التوعية من خلال التدخين مضر بصحتك تحافظ على نظافة بيئتك عمل توعوي يعني من العمال المفاهيمية البيبية التي التي توعي وتوعي المقابل او الشارع العراقي من خلال ما امر الان به من التلوث به والتلوث من خلال التدخين منتظر انت بعد ما نصبت اذا موجودي هنا تسمعني منتظر وياك وياك عزيز بعد ما عملت هذا النحط او التمثال ما اعرف شنو تسمي ونصبته وشفت اكوسيل جارف من التعليقات الساخرة في مواقع التواصل الاجتماعي شلون تلقيت هذه التعليقات وشنو كانت ردت فالك قبل البدء بهذا العمل يعني عندي علم ودرائي كانت ما هي توجهات الشارع وما هي معصتهم خلال كي تعمل هذه الاعمال البيئية هي اعمال يحتاج بحاجة الى جرأة سرأة كبيرة لانتاج هكذا اعمال تكون لها صدى واسع وانتقادات عالية بالنسبة الانتقادات احنا لحد الان الحمد لله يعني صار انتافة من انه لانتاج عمل اخر توعوي واضافة للبيئة في الجمالية اخرى ومستمرين احنا ان شاء الله بالنسبة الهيك اعمال هذه الاعمال منفذة في دول متقدمة مثل؟ اه يعني عندك مثل لندن عندك السويد عندك اغلب دول العالم تشجع على محاربة التخين والنظافة زين انت قلت هذا على نفقتي الخاصة بين قوسينج يتكلفك هذا النحل العامل تم على نفقتي الخاصة لمدة اكثر من شهر الى الان كلف من العامل اكثر من عشر ملايين دينار عراقي اه لم تتعامني اي جهة سياسية او حكومية لا مجلس المحافظة او الولادية لا مجلس المحافظة او الولادية اضافة الى اخذ الاغن من مدرية البيئة الديوانية اضافة الى اختيار المكان المناسب للعمل زين منتظر عشرة مليون دينار من نفقتك الخاصة من جيبك الخاص اليوم اذا اي شاب تيجي تسائل تقول له ممكن تصرف عشرة مليون دينار من جيبك الخاص على موضة تسوي اي شي ممكن يخدم المجتمع راح يقول له كان شو اللي علاقة اكو دولة اكو مجلس محافظة اكو مجلس بلدية هما اللي مسؤولة انا ليش اصرف من جيبي انت ليش صرفت من جيبك السبب الاول هو اضافة نكهة جمالية الى مدينتي اما من ناحية الاخرى الى الان لم نشاهد اي عمل ان البيئة يدعم ويواعي الناس في انقلال البيئة زين منتظر عزيزي الموضوع مثل ما قلت لك كانت اكو تعليقات ساخرة ما جاوبتني على السؤال اشون تلقيت هاي التعليقات الساخرة انا من السؤالية كفنان انا ما اعرف بيش عمل اعرف شن الردودة واستقبلت جميع التعليقات السلبية والايجابية والنقل البناء والهدام لكن هلالك انا واثق بالناحية واثق بنفسي واثق بادواتي واعرف شنو اللي قاعد اعمل علي خطارات متتادية وصولا الى مفتغائي وهو اضافة عمل جمالي يمثل البيئة الى الان اكثر من اكثر من ثلاث محافظات طلبت بعد تنفيذ هذا العمل في محافظاتك اها ثلاث محافظات طلبت من عندك ممكن تعدد لي اسماء المحافظات يعني ان شاء الله بالقادمة القريبة حسب لا اتأكد يلا اكثر زين شنو اعمالك القادمة غير النصب هذا ان شاء الله انا مستمر بالاعمال اعمال مغايرة يعني كذلك منفذ اعمال كثيرة في محافظات عديدة لكن هنا التغيير اصبح لذلك نرى هذه الموجة من التساؤلات اضافة الى موجة من الاستهزاء بسبب قلة الوعي لان مثل ما يقولون كلم الناس على قدر عقولهم فاني ما ملزم انا افهم كل شخص لان العمل هو مفهوم بذاته له دال ومدلول ومحشر نفسهم وبنفسه زين وجه رسالتك الى شباب العراقي انه انه شلون تقدرون تحافظون على مدينتكم وش hoyون تحافظون على صحتكم وايضا رسالة للتعليقات أصحاب التعليقات السلبية بشكل عام اه بان box اغلب التعليقات السلبية انا احترم كل الاراء اللي طرحت عليه سواء الرkovان السلبية او ايجابية اما بالنسبة لتعليقات السلبية خصوصا ما اجبت عنها الى الان اتمنى من الله يعني سبحانه وتعالى اني وفقت جميع واني يبقلوا مثل ما انت تحافظ على بيتك وعن نظافة بيتك تحافظ عين نظافة الشارع مكان ما انت تبقى طفل يمك او في مكان تقعد السيارة تدخن بها تدخن بأي مكان عام او حافظ على صحتك او اقلع عن التدخين طبعا منتظر كنت معنا ضيفا عزيزا اشكرك الشكر جزيل واتمنى لك التوفيق في الايام القادمة انه تنتج اعمال اكثر من هذه الاعمال شكرا جزيل طبعا مشاهدين الكرام كان معنا منتظر من محافظة الديوانية صاحب نصب قطف الجقارة حسب ما سمي في مواقع التواصل الاجتماعي ولاقى رواجة كبيرا في السوشال ميديا والقنوات الفضائية والمراكز الخبرية والاعلامية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة